ينظم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل والسياسي والعراقي الأستاذ نظير النداوي أستاذ نظير مرحبا بك بداية قرار العبادي بمساواة رواتب ميليشيا الحجد برواتب الجيش كيف ترى توقيته مع اقتراب موعد الانتخابات حياك الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة حقيقة هذا القرار الذي جاء بعد إقرار الموازنة المالية لسنة 2018 جاء لي تعديل موضوع الرواتب لميليشيا الحجد لأنها كانت أقل من أقرابهم بالجيش العراقي أنا ما أرى أن هذه وسيلة جديدة تستخدم ضد العبادي لمحاولة تسقيطه سياسيا بعد إقرار الموازنة بدأت كثير من الكتل المنافسة للعبادي بمطالبة تسوية أوضاع الحجد في موضوع الرواتب والضغط على إعادة تعديل هذه الفقرة الخاصة برواتب الحجد وما كان من العبادي إلا أن يستجيب لهذا الشيء بسبب الضغط الشعبي أو الموالين الحجد أنه ربما سيؤثر هذا الموضوع عليه انتخابيا هذا الموضوع ليس جديد لأنه قبل فترة أيضا تم الضغط علينا من قبل نفس هذه الكتل في موضوع سحب القوات الأجنبية من العراق بالرغم أن جميع الذين نازلوا بسحب تلك القوات الأجنبية هم كانوا قادة ميليشيات تقاتل سحب مظلة تلك القوات الأجنبية بمعنى أن الموضوع لا يخرج عن بعده السياسي والتسقيط الذي يتم بين تلك الكتل تحضيرا للإتخابات القادمة إلى أي مدى ذلك يعني صفقة ربما بين العبادي وقيادات الحجد؟ هناك أيضا حديث يدور حول مدى إن كانية أن يكون الحجد بقيادة هذا العامري جاهز لكي يستلم رئاسة الحكومة القادمة كما تعلم أخي الكريم الآن إيراق تدعم بقوة هذه الكتل السياسية التابعة للحجد لكي تستلم السلطة بقيادة هذا العامري ولكن هذا العامري الآن يعني هو شخصية مرفوضة يعني غربيا وليست لها الكارزمية ولا المهارة السياسية لكي يدير حكومة فلربما يكون هذا الأمر ضمن ترتيب جديد بحيث أن يجعلون العبادي كرئيس وزراء ولكن يحاط بحكومة جلها يكون مشكل من أطياف الميليشيات الحج الشعبي كيف تنظر أستاذ نظير إلى شعارات الأعمار وإعادة النزحين في ظل هذه الترتيبات التي يخوم بها العبادي؟ يعني أصبح هذا الموضوع ليس من ضمن الأولويات خاصة والآن الجميع أنظارهم متجهة إلى الصراع الانتخابي الانتخابات القادمة لا العبادي ولا الكتل الأخرى القوية التي يؤمن أن يكون لها دور حقيقي في تشكيل الحكومة القادمة لا تستفيد حاليا من موضوع إعادة النازحين أو إعمار المناطق المدمرة فهو لا ينفعها يعني انتخابيا وبالتالي أصبح ليس من الأولويات وموضوع كان يتم الحديث به كثيرا هو فقط لأجل مؤتمر الكويت ولكن بعد أن تم تجاوز صفحة مؤتمر الكويت المانحين أصبح هذا الموضوع ليس من الأولويات ولا تجد أي وسيلة إعلامية عراقية تغطي هذا الموضوع وتعطي حقها إلى أي مدى ترى أن هذه الشعارات والترتيبات يمكن أن تأتي بتجاوب من قبل الشعب العراقي في ظل حديث عن عزوف شعبي عن الانتخابات يعني أنا ما أرى أن الشعب العراقي بواد والحكومة والأحزاب وترتيباتها بواد أخر بمعزل عن هذا الشيء الآن معظم السياسين لا يفكرون بالدرجة الأولى في موضوع التأييد الشعبي وتحشيد الشعبي لكتلهم وبينما هم ينظرون إلى الدول الخارجية ومدى دعمها لتلك الكتل سواء إيران أو الولايات المتحدة الذين يكون لهم أكبر الأثر في تشكيل الحكومة القادمة الآن الرصد الشعبي وصل إلى مرحلة يعني تعدت الخطوط الحمراء التي ممكن الكتل السياسية الحاكمة الآن كانت تنظر لها الآن وصلت الأمور أنه لا توجد ثقة من الشعب العراقي بأي جهة سياسية لأن طيلة 15 سنة لم تقدم شيء يخدم المواطن ويخدم هذا الوطن وبالتالي الآن الساسة يعني لا ينظرون إلى مزاج الناقب العراقي إنما ينظرون يعني يحاولون تحشيد الناس وتحشيد الشعب إما طائفيا أو عن طريق شراء الأصوات بالأموال وحتى هذا أنا أشك أنه ممكن أن ينفع في هذه المسألة شكرا لذلك الآن أعينهم منصبة على الدول الخارجة التي لها تأثير كبير في تشكيل العملية السياسية والحكومة السياسية القادمة من إسطنبول المحللة السياسية العراقية الأستاذ نظير أنيداوي شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر